مرحبا بكم البنات ايواجي وتاني قربو نحضر معاكم واحد الوصفة اللي كتجي رائع والديدة كيفما كيبال لكم غادي نحضر معاكم الجاج بوحد طريقة اللي جديدة مبساطة وسهلة كيشي واحد الجاج اللي تري من الداخل ومقرمش من على برة ان شاء الله غادي يحمقكم كنتمنى تابعوني حتى الاخير باش شوفوا معايا الطريقة باش غادي نحضروا اول حاجة هنا هي غادي نحتاجوا الزبدة اللي غادي تكون بدرجة حرارة الغرفة غادي نقطعها صراحة انا كنت عندي فتلة جام محي تشكري ولكن انا غادي سخنها شوي في مكروند باش تلقليها غادي نحط الزبدة فوحدة زليفة اه قبل ما غادي نبدو الوصفة ديالي كنتمنى اول مرة كتشاهدوا القاناتي وما تبخلوش عليا وضغطوا على الزل احمر للتحت وفعلو الزل جارسة كده غادي وصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي واذا كانت تعجبتكم هذا الوصفة انتمنى اكتبهها لي في التعاليق غادي نضيفو على ذيك الزبدة غادي ننضيفو على شو ديالي يزيرم شو ديال الملحة وشوأي ديال السلمية هادو ما المكونات اللي كيكونوا في هذا التخليطة وكيكون شو ديال del milch والوолжالبزار ممكن تمديروا شو ديال السلمية شو ديال البزار و شو ديال الزعتر غادي تحنوهم شوية واللغير غادي تحقوهم بين يديكم وغادي تضيفوهم على هاد الوصفة من بعد كيف ممكن لكم غادي نحاولو مع سوديك الزبدة مع دوك التوابين اللي درنا انا سخنتها شوي في ميكرووند هكذا جاتني ساهلة غادي نخلط المكونة ديالنا مزيان ومن بعد غادي نضيفو عليهم شوية ديال القشرة ديال الحمض غادي نحكو شوية بالحكاكة وغادي نضيفوه على هاد الزبدة هاد الوصفة ديال الحمض واللقشرة ديال الحمض غادي نعطيني واحدة ديال ديالنا تقريبا عندنا واحدة ملعقة كبيرة ديال القشرة ديال الحمض ومن بعد غادي نخلطوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم من بعد مدمجنا المكونات غادي نخليهم على جنب وده بغادي نضيفوش نحضروا الدجاج ديالنا غادي ناخدوا واحدة الطاوة اللي غادي تدخل الفورن غادي نحطوا طريفات ديال الدجاج أنا هنا يختاريت آآ لفخيضة ديال الدجاج غادي نسلفوهم في الطاوة اللي غادي تدخل الفورن من طبيعة الحال انا دجاج غسلتوا بالملحة والحمض كيف ما آآ ما اللي فين كان ديرو ودرتو حتى تختار مزيان وبالنسبة للدجاج ممكن تختاروا اي قطعة بغيتو من الدجاج ممكن تديرو الدجاج كامل ولا جنوحات ولا في خيضات على حسب الرغبة ديالكم وبالنسبة للجلدة أنا عزيز عليا آآ نخليها لانني مني كان ديرها في الفورن آآ كتجي مقرم شوكة جلدي ده صراحة أنا دجاج بلا جلدة ما كيعزبنيش ومن بعد ما حضينا دجاج ديالنا غادي ندهنو بالزبدة كيف ما قلت لكم ودك الحمض اللي درنا ودك التوابي اللي درنا غادي ندهنو دجاج كامل من الجوانب كاملين هذيك الزبدة يلي كتعطينا التراوى لدجاج ديالنا ولبنو وفي نفس الوقت كتقرمل لنا ديك الجلدة وكتجي كتقرمش من بعد ما دهننا دجاج ديالنا غادي نضيفو عليه شوية يليازير إلا كان عندكم ليازيرتري غادي يكون أحسن غادي نديرهم الفوق من بعد غادي نديروا ورقة الغار ولا ورقة سيدنا موسى غادي ندير واحد شوية السلمية غادي تجيكم غريب هاد الوصفو لكي نصدقو نيرا كتجي لديدة وكتجي كتحمق كنتما نتجربوها كيجي دجاج بالأعشاب والزبدة كيجي رائع جدا غادي نديرو الطريفة ديال الحامض كيف ممكن عارفوه دجاج كيتوتم عنك هادي الحامض من بعد ما وجدنا دجاج ديالنا دبا غادي نديروه في الفرن حتى غادي تحمر ومن بعد غادي نرجعو باش نشوفو الشكل ديالو النهائي من بعد ما خرجنا من الفرن هادا وصفو الشكل ديالو النهائي كيجي محمر والديد كيف ممكن لكم كيجي يطري من الداخل ومقرمش من على برة كنتمنى الطريقة ديالي وما تكون راقتكم وعجباتكم وغيجربها والله ما تندمو عليها وهات جاج ممكن نقدموه مع السلطات وخوضر اللي غدي تكون صوتي كنتمنى إلا كنت أول مرة تشاهدوا القناة كنتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا على زل أحمر اللي التحت وتفعلوا زل الجرس وإلا عجباتكم هاد الوصفة كنتمنى تكتبوها لي في التعليق وبسلام في الصفة أخرى إن شاء الله